بسم الله الرحمن الرحيم السادة المشاهدين أهلا بكم في برنامج مستشارك القانوني النهاردة هنتكلم عن علم من العلوم الشرعية أو يعتبر علم من أهم العلوم الشرعية وهو علم المراس عندي الموارس أو التاركة وقيفية تقسيم التاركة من الورصة بعد وفاة الموارس من المسائل التي تسير بعض المشاكل بين الورصة فنحن هنتحدث عن إيه هو علم المراس وهل علم المراس له قانون ينظمهم أم هي مبادئ من المذاهب الفقهية والشريعة الإسلامية والسنة الحديثة أم أن هناك قانون قنن مواد المراس ووضع لها قواعد الاستحقاق بين الورصة أولاً علم المراس زي ما قلت هو من العلوم الشرعية الهمة التي تحدث عنها النبي صلى الله عليه وسلم وقال تعلموا الفرائد وعلموها الناس تعلموا الفرائد وعلموها الناس فإنه نصف العلم المراس علم المراس النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عنه وقال أنه نصف العلم ليه؟ لأنه أول علم ينسى وأول شيء ينزع من الناس أول شيء ينسى وأول شيء ينزع من الناس فعلم المراس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو نصف العلم فالذي تعلم علم المراس وأتقنه فكأنه تعلم نصف العلم المراس في اللغة معناها البقاء والله مراس السماوات والأرض معناها كلمة مراس البقاء المراس في الاستلاح القانوني هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم تنظيم التاركة وتوزحها على المستحقين علم المراس بيتكلم أو قوانين الموريس بيتحدث عن من هم المستحقون للتاركة بعد وفاة المورس عندما يتوفى شخص ما ويترك ورصة ويترك تاركة كيف يتم توزيع هذه التاركة على الورصة الموجودين ومن هم الورصة المستحقين هل الشريعة الاسلامية وجاء القانون الوضعي وقنن هذه القواعد وفقا لأحكام الشريعة الاسلامية بيّن من هم المستحقون للمراس ولكن قبل ما نتكلم من هم المستحقون للمراس نتكلم الأول عن أركان المراس أركان المراس لازم فيه وارس وفيه مورس وفيه تاركة وارس يعني لو واحد توفى ولم يترك تاركة وطرق ورصة يبقى أنه فيش مراس طب واحد توفى وطرق ورصة ولم يترك تاركة يبقى أنه فيش مراس طب لو واحد توفى وطرق تاركة وما تركش ورصة يبقى هنا التاركة تقول للدولة ويبقى هنا أنه فيش ورصة توزع عليهم التاركة الشرعية إذن عشان أقول فيه علم مراس وأقول فيه قانون مراس يوزع ونوزع تاركة يبقى لابد أن فيه ثلاث أركان فيه مورس يعني إيه مورس يعني شخص توفى وفارق الحياة رقم اثنين فيه تاركة تاركها بس التاركة دي تكون خالية من الديون ما يكونش عليها ديون لأن لا تاركة إلا بعد سداد الديون يعني سد الديون الأول يعني المورس دا لو توفى وترك ديون يبقى أول حاجة أسدد هذه الديون وما تبقى من التاركة يتم توزعها على مين يتم توزعها على الورصة الشرعية طيب هو الورصة الشرعيين هم مين الورصة اللي المفروض يستحقه المراس بعد وفاة المورس قبل ما نقول من هم الورصة هلتكلم في شروط المراس شروط عشان الورصة تستحق مراس لابد من تحقق وفاة المورس يعني ليه يعني لازم يكون المورس توفى هل المورس لو موجود ينفع الورصة ياخد مراس أو يحصل على مراس لا يجوز لأن لازم يكون المورس توفى لأن التعامل على تركة إنسان وهو على قيد الحياة باطل ولو برضاه التعامل على تركة إنسان أو في تركة إنسان على قيد الحياة ولو برضاه باطل إحزن لابد أن يكون هناك مورس أي إن شخص ما فارق الحياة رقم اثنين لابد أن يكون هناك ورصة ورصة شرعيين وهم دولة هنتكلم عن المقصود بالورصة رقم ثلاثة إن ما يكونش فيه مانع من موانع المراس هو فيه موانع مراس أيوة فيه موانع مراس يعني ممكن المورس يتوفى ويترك ورصة وأحد الورصة اللي المفروض يستحق ويحصل على مراس لا يستحق المراس طب إيه هو موانع المراس إيه الموانع التي تمنع الوارس أنه يحصل على مراسه من مورسه أول حاجة مانع القتل يعني إيه مانع القتل يعني الوارس إذا ثبت أن قتل مورسه فيمنع من المراس ممكن إنسان له جد أو شخص ما يارثه فهو استعجل وقام بقتله قد يقوم بالحصول على المراس منهم نقول له طالما القتل مانع من موالع المراس إذن الوارس الذي قتل مورسه يمنع منين يمنع من المراس ولكن ما هو المقصود بالقتل هل القتل الخطأ القانون وضح هذه المسألة وقال المقصود بالقتل هو القتل العمد العدوان إذن كل من قتل مورس قتلا عمدا عدوانا وحصل على حكم من القضاء بسجنه نتيجة النقامة بقتله قتل عمد عدوان فإذا يمنع أو يحرم من المراس فلا مراس له وكأنه ليس موجود وليس من الورس الشرعيين ليه لإن من استعجل على الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه الذي يقتل المورس حقي يحصل على مراس أو يحصل على مراسه نقول له طالما القتل ده قتل عمد عدوان وصدر حكم من القضاء الجنائي بأن هناك جريمة قتل وتوافرت أرقنها الشرعية وثبتت التهم على الوارس أنه ارتكب جريمة القتل لعمد العدوان على مورسه وصدر حكم من القضاء بإدانة هذا الوارس أو إدانة المتهم بذلك نقول له أنت كده مانع من موانع المورس ويمنع أنه يحصل على أي شيء من مورسه إذن القتل رقم اثنين الشهادة الزور الذي يشهد زورا على المورس ويترتب على الشهادة الزور أنه يحكم بإعدام المورس هذا الشاهد الوارس يعني لو كان هناك أحد الورسة سواء كان أبناء أو أقارب أو أي نوع من أنواع الورسة وشهد في جريمة ما على المورس بشهادة الزور ترتب على شهادة الزور أنه حكم بإعدام المورس هنا يمنع من المرس نعطي مثال على ذلك عندما يكون المورس متهم في جريمة قتل فيأتي أحد الورسة ويشهد أمام القضاء بأن المورس بأن المورس هو الذي ارتكب جريمة القتل وثبت بناء على شهادة هذا الوارس أنه ارتكب القتل لعمد العدوان ثم حكم على المورس بالإعدام شنقا فهنا نقول للوارس الذي شهد شهادة الزور انتهى تعاقب جنائيا عن جريمة شهادة الزور أمام القضاء الجنائي وفي نفس الوقت أتحرم من المورس ليه تحرم من المورس لأن شهادة شهادة الزور بتاعتك يا موارس التي ترتب عنها أو نجم عنها أنها أدت إلى الحكم بالإعدام على المورس فكأنك أنت ارتكبت جريمة القتل لعمد العدوان على المورس يعني سواء أنت قتلت المورس قتل لعمد عدوان سواء كنت أنت شريك في الجريمة أو فاعل أصل في الجريمة سواء كان لك دور بارز على مصرع الجريمة في ارتكاب جريمة القتل أو كنت لك دور كشريك بالمساعدة أو شريك بالتحريد أو شريك بالاتفاق وثبت ذلك في الحكم الجنائي فأنت هنا تعتبر مرتكب لجريمة قتل عدوان أو شهادة الزور بتاع ساعدتك اللي أنت شهدت زورا وعدوانا على المورس وترتب عليها حكم بإعدامه هنا لأقول لك أنت هتعاقب جنائيا عن جريمة شهادة الزور التي قد تصل أيضا إلى الإعدام وحتى لو لم يحكم عليك بالإعدام وحكم عليك بالسجن أنت أيضا هتعحرم من الميراس لأن توافر فيك الحكم وهو القتل العمد العدوان ده المانع الأول الذي يمنع الوارث من الحصول على الميراس المانع الثاني وهو مانع اختلاف الدين لا توارث بين المسلم وغير المسلم إذا المانع الدين لو مات شخص وطرق ورصه كان مسلما وهم غير مسلمين فلا توارث بين المسلم وبين غير المسلم أو كان غير مسلم وهم مسلمين وتوفى فهو لا توارث بين المسلم وبين غير المسلم إذن دي موانع من موانع المراس التي تمنع الوارث إنه يحصل على نصيبه الشرعي في المراس ولكن قبل ما نتحدث عن الورث الشرعي في المراس نتكلم على أو نرد على بعض المستشركين اللي بيقولوا أن الشريعة الإسلامية أو قانون المراس ظلم المرأة في المراس إنها أعطاها نصف المراس ولم يعطي وأعطى الرجل ضعف المرأة في المراس فهم رأيهم أو بيقولوا أن الشريعة الإسلامية ظلمت المرأة في المراس ولم تعطيها نصف مثل الرجل وبينادوا الآن ويقول احنا عاوزين مسوات الرجل مع المرأة في الميراس نرد عليهم ونقول لهم لقد جاءت الشريعة الاسلامية وجاء من بعدها القانون الوضعي اللي هو قانون الميراس قانون رقم 77 سنة 1943 وانصف المرأة واعطى لها حقوق في الميراس كانت لا تعطى لها قبل الشريعة الاسلامية وقبل ان يأتي القانون وينظم قائل الميراس ايه الدليل على ذلك نقول ان المرأة كانت قبل الاسلام المرأة كانت قبل الشريعة الاسلامية لا ترس ليس لها ميراس بل ان المرأة كانت وعاء للانجاب ليس لها دور وكانت في بعض الاحيان تباع وتشترى ولكن الشريعة الاسلامية جاءت واختصت النساء دون الرجال بقواعد معينة في الميراس هلو مع الاتصال هلو محمد هلو ايه محمد ايه معي حضرتك حضرت المستشار اتفضال يا فاند اتفضال يا محمد عندي حضرتك سؤال في خصوص ميراس تفضال يا محمد ايه بس معلش انا هدى حضرتك نفزة تغيرة في البداية وكده انا معي يعني والدتي كانت اه مم يعني كان والدي ميتها فلوس مادية في البيت اه وكان مشتريلها بيت كان شريلها ايه شريل شريلها ايه بيت اه بيت وكتب البداية باسمه منزل اه تمام وهي توفت اه منت وهي توفت وتركت مين فاند نعم وتركت مين ورصة مين الورصة اللي تركتهم اه بنتين وولدين تركت بنتين اه وولدين وولدين بنتين ولادها اه تمام بس اه ولادها اه احنا بنتين وولدين فيه اب او ام لا مفيش في زوج بس انا عايزة في زوج واي زوج سواني لحظة سواني الزوج موجود اه موجود زوجها موجود ايا موجود طب ما يارس الزوج يارس اه لا طب ما انا عايزة اقول لحضارتك فضالي يا فضالي. هو هو لما اديها المبلغ ده. اه. و اديها البيت ده. اه. بعد كده. كتب هولها كتب لها البيت ده بيعه شرة? كتب البيت بيعه شرة ايوه. بيعهولها. وسجله لها? اه. وسجل اه. تمام. ماشي? وبعد كده ترك تركها هي واولادها. اه. ومدة عشر سنين لا يعرف عنهم حاجة ولا يعرفوا عنه حاجة. اولادها اللوانتو. اه. اللوانتو. اي. دلوقتي يعني هي كتبت البيت. اه بقى سامين احنا بحيث ان هو ما يجيش وياخده ويبيعه. هو بقى هولها خلاص. مش وليدها بقى هولها. جزها اللي كتب هولها. جزها كتب هولها خلاص بقى ابتاحها خلاص. بقى ابتاحها هو دي الحاج يورس بعد وفاتها. ايوة يورس لان ده بقى ملكار خاص. فبعد وفاتها بعد وفاتها يا ام محمد بياخد الزوج في هذه الحالة عشان فيه اه اولاد بياخد ربع التاركة. بياخد ربع التاركة. وانتو البنتين وانتو البنتين مع الولدين بياخدوا للذكر مستحظ الانسيين. الرجل ياخذ ضعف المرأة. طب يعني يا هدف المستشار حتى بعد ما تركها. اه. حتى بعد ما تركها عشر سنين هي واولادها ما يعرفش عنهم حيث. حضرتك تركها حضرتك المراس ملوش دعوة بالهجر او التارك. المراس طالما ترك ورصة شرعيين. اللهم محصولون زي ما حضرتك قلت كده في بنتين وولدين وزوجها. زوجها بقى اهم حاجة ان يكون زوجها حتى الوفاة. يعني لما توفت كان زوجها ما كانش مطلقها. مش كان زوجها لسه. كان اه هي كان اترافع جضية طلاز واليوم اللي هي جبل اليوم جبل يومين من من جضية الطلاز هي توقف. لا يبقى هو زوجها كده يبقى ما زال زوجها. سواء زوجها بقى كان بينفق عليها او بينفقش عليها. كان مقيم معاها. ما كانش مقيم معاها. كانها جيرها او غيرها جيرها. ما كانش بيصرف على اولاده. فالزوج له نصيبه الشرعي. ده ده حسابه عند ربنا. قل انه ترك زوجته وما صرفش عليها. ما ترك اولاده وما صرفش عليهم وانفقش عليهم. ده عقابه عند المولى عز وجل. انما كميراث ان هو ليس له مانع ان هو بيارس نصيبه الشرعي الربع. وباقي التركة بتاخدوها انتو البنتين والولدين للذكر مثل حظي الانسيانة. شكرا يا محمد. اه نكمل موضوعنا في المرأة المستشركين ان بيقول اللي المرأة اه اه ظلمت في اه شريعة اسلامية. وان هي اخذت اقل من الرجل في المراس. نرد عليهم ونقول ان الشريعة الاسلامية اعطت للمرأة حقوق لم تعطيها شرائع من قبل. ده الدليل على ذلك. الدليل اللي احنا عندنا اصحاب الفروض اللي هم بياخدوا الانصبه الشرعيه اتناشر واحد. منهم تمانية من النساء يا حضرات. تمانية من النساء. يعني انا عندي اصحاب الفروض اللي ربنا حدد لهم فرائد شرعيه وايه. معنا اتصال? لو استاذ محمود. ايوه معك عدد. ايوه استاذ محمود. اهلا بيك. اهلا بيك خارج عن. لا اتفضل يا فاني. اه تفضل. اه متى يكون العقد شريعة المتعقدين. متى يكون العقد? شريعة المتعقدين. تمام يا فاني week تمام. في حاجة تاني. لان ده عملية منهم او في نازل تغيل القاعدة بعد مقطوك على الناس وتخدعهم. اه. يقول لك النهاردة ما ضم مضينا يا بلعد. لا المفروض يتوافر في الشروط القانونية وذوافر في يقول لك العقد شريعة المتعقدين يعني ايه حضرات العقد دي نصف قانون المدني هنخرج شوية عن المراس العقد شريعة المتعقدين طب نتكلم استاذ عيدة الاول استاذ عيدة ايوى استاذ عيدة اتفضالي انا اسم عيدة ايوة ام اتوفت اه الله يرحمه اه سابت قطعتين ارض مباني بار واحدة نصف قدان واحدة ربع فدان سابت قطعتين ارض واحدة نصف وصابت بيتين وابت拉 هاكم أمها ثلاث بنات وولدين. ولدين. في زوج احنا معنا البت الصغيرة اقعدة في البيت اتجوزت واقعدت في بيت ابوها. سوال يا استاذ عيدة هي ترك تلات بنات وولدين. ترك زوج تركت زوج. ايه? ايه? ايه ابوها عايش. لا هي لما توفت تركت زوج لها مش ابوها تركت اب ابوها ابوها عايش. زوجك زوجها اللي هو والدك اه زوج. عايش. طب تركت اب او ام? اه لا هي لها لكيه ستة كبيرة عندها فوق التمانين ساعة. الله يا الحمد. يعني ازا هي توفت يا استاذ عيدة وطاركت تلات بنات. وط التلفزيون يا جري. اه. اه وط التلفزيون عشان تسمعين يا استاذ عيدة. المشكلة عندي مش في تكسيم المراض. اما المشكلة في اين? المشكلة عندي انه لما امي جاء تموت قالت انا اقسم المراض وقسمته. عاطتنا ايه? كل واحد نصيبه وما اعطتش ابويا خالص. ما كتبتش لو ايا حاجة. يا استاذ عيدة كتب الحاجات دي في ورق ولا قسمت كده شاف هو ايه? لا في ورق وسنجل ماي. اه. فعاطت اخت الصغيرة اللي هي قاعدة في البيت. اه. نايب راجل. نايب ايه? اه نصيب راجل نصيب ولد يعني. اه نصيب ولد اه. اه راحت اختي ما عجبهاش الكلام. اه. راحت واخدها عدام خبيه خالص. اه. هي كتبة كل واحد عقد? ايو كل واحد عجب الوحد ونصيبه. تمام. اه فما عجبهاش الكلام راحت مخبيه عادها خالص. اه. جوا في ايه نايب راجل. اه. احنا مشينا. ام سبعا كانت طريحة الفراش. اه. احنا ملاوزين وعايشين في مطر. اه. راحت ضغطت على امها وضربتها. ضربت امها? ايوة. لان هي ام طريحة الفراش. اه. وهي عايشة معها في البيت بجذب. اه. جابت المحامي. اه. في الفيش. اه. وراحت مكتبها ام عجدات بالارض وكلها لها هي. اه. ومضتها. ومضتها. اه. واحنا مرضيناس نفتب البيوت. قلنا خلي البيوت من غير كتابة لأي حد. خليها كده كل اللي يجي يرسى عليها. اه. ماشي? اه. راحت جايبة المحامي في البيت وكتبت كل البيوت باسمها. اه. وهي كانت طريحة الفراش. ام طريحة الفراش. اه. اه. وكانت كفيفة. اه. وكانت تحيبة المحامي في البيت حتى الجرال لو يشهدوا. اه. اه. هي جابت المحامي في البيت. اه. والاستاذ خليل. من. المفروض عجد عزو مجلس الملي في الكنيسة. اه. في القدرائية بتاعها تمنفلوت. اه. جاه وخدت ممي على كل حاجة الاخت السغيرة. ده ده المحامي ده الاستاذ ده المحامي? الاستاذ خليل المحامي عزو مجلس الملي بقدرائية اه تمام تمام. دلوقتي بيجيت اخت الصغيرة تملك كل حاجة. اه. الكلام ده بقال له يا حاجة عيدة. يا مدام عيدة موضوع ده بقال له كم سنة? الموضوع ده كله بقال له سنة واحدة. سنة واحدة. سنة واحدة. واحدة واحدة نجيال. طيب انا معاك يا حاجة. اه. ام اي? ام توفت. اه. بقينا احنا كل ما نسافر نسلم على ام اخت تحلج علينا ما تدخناش الباب. اه. خالص. اه. وتقولوا انتوا جايين تعملوا ايه? اختك صغيرة مش كده? اه. وتجيب لنا بلطاجية تضرب لها في البيت. عشان ما تعرفوش. عشان ما تعرفوش ان هي ان هي مضتها على على كل حاجة. ايوة عشان ما تعرفش انها كاتبة كل حاجة. اه تمام. ام ايه طريحة ملها الجعوة حتة حاجة ملجح عالسرير. اه. وكانت النتيجة ان احنا بيتنا على محطة منطلوت ثلاث اربح تيام على المحطة في الشارق. اه. وبيتنا في الشواق لاني لما جادرينش تخطر اتنا. اه. ماشي. 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 ولما امي ماتت. اه. على يوم السبوع بتاع امي اخت اشتكتني وبيتتني في الحزة منطلوت. اشتكتك ليه? اشتكتني قالت انتوا جايين تعملوا ايه? انتوا جايين تاخذوا الحاجة وراحت ضربانا وراحت جالت بتقول للناس ان احنا اربعة وجايين ناخد حاجاتها. اه. وايه يا واحدة بس. ورحت ورحت وودتك وودتك الاسم يعني? ودتنا بيتتنا في الحج. وعندي الموضوع انت على ايه? ورس على ايه? اه موضوع انت على ايه? اه. لما عميتكو المحنر. من اه يعني اخر يوم في العيد. اه. بتاع الضحية. رحنا مجلنا نسلم على ابوه. لمينا اخوات الصديوان. اه. وقمت البت اللي معايا وراحنا نسلم على ابوه. اه. راح متلك جيانة. مبهدلانة. وترمح وراحت مطلعها كيس الورق. وتقول انتو جايين تعمله. ام تباسفت بقى خرار. اه. امكم بيعالي الحاجة. اه. انتو جايين تعملوا ايه? اه. وراحت تجر عشان تشتكينا تاني. احنا لنا طلع الجواب في منفلوط يامشتكي انا في مركز منفلوط. طيب شكرا يا مدام عيدة انا هجاوبك انا. شكرا جزيلا. شكرا للسعادة. طبعا مدام عيدة بتقول ان هو في ورصة. وطبعا اللي هو البنت الصغيرة. اه. راح تمضت امها. وامها قد طرحت الفراش. ده بنسميها مدام عيدة. ان هي كانت مريضة مرض الموت. مريضة كانت كفيفة. وكانت مريضة على الفراش. وتوفت. فهنا من حق اللي هو تطعانه على العقد البيع. اللي هي مضة امها عليها. وهي كفيفة. وهي ضريرة. لان هي عندها عاها مستديمة. وتدفعه بجهالة العقد البيع المحرر بين البنت الصغيرة او اختك الصغيرة. وبين المتوفاة اللي هي امكو. وعن طريقة هتستطيعه تتبين للمحكمة ان هي ساعتها كانت مريضة مرض الموت. وان هو كده هتستطيع المحكمة او تقدره توصل على حق برد وبطلان العقد. وفي هذه الحالة هتستطيعه انه تاخده تحصل على حقوقه. فروحوا لمحامي متخصص مدني. واحكوا للوضع كله. هيرفع دعوة بجهالة العقد. وبطلانه ورده وبطلان العقد. لعدم توفر اركانه وشروطه. لان كانت المتوفاة في ذلك الوقت. او الام في ذلك الوقت. اللي هي توفت. اه كانت ضريرة. وكانت كفيفة. وهي كانت مريضة مرض الموت. ولا تشعر بما يحدث. وهم طبعا مضوها بغتة بدون ما تعلم. فهتقدروا وتستطيعوا. بس لازم تروح لمحامي متخصص في القضاء المدني. هو يرفع لكم دعوة وتوصلوا على اه حقوقكم ان شاء الله. نرجع لآآ معانا اتصال سيد محمد. اهلا بيك يا سيد محمد عليكم السلام عطل الله. يا جمعان باشر. اهلا بيك يا سيد محمد. امورني. في زوج وزوجة. زوج وزوجة. الزوج طلق الزوجة علشان ابنها الكبير يطلع من الجيش. طلق الزوجة. علشان ابنها الكبير يطلع من جيش. ابنها الكبير يطلع من الجيش. مخلي اه الناس دي مخلي في والدين وست بنات. اه الزوجة. مخلي فين ولدين وست بنات. اه في ولدين. وست بنات. وست بنات. عندهم هم موجودين ولا توفوا الزوجة توفق الزوجة اللي هي عندها الاولاد دي تملك هي العشر فددين ولا الزوج اللي يملك الزوجة لها 5 فددين والزوجة 5 فددين خلاص يعني هي اذا هنتكلم في الخمس فددين الخمس فددين بتاع الزوج لسه حي ما انشانتكلم عنهم ما هو دلوقتي الزوجة عايش وسنه خمسة وتمعين سنة تمام ربنا ادله صح ولاده الصوفيان اللي ام الاثنين الولدين الولدين وضللنهم على العشر فددين ووضعين يدهم على العشر فددين وما بيدوش للبنات اي حاجة خلاص طب ما استخدموش الطرق الودية معاهم ما استخدمو وجونا وما فيش اي فاية ما راحوش للعمدة او شوخ البلد عندكم او كبير بتحقوا يتكلم معاهم رفضين اي قعدة ورفضين اي حاجة اي السبب يعني اي السبب ولا كده من غير سبب البنات خايفة انها تناحي او تشتيكي اه عشان حق امهم يقوموا الصوفيان اه الرجل بخاف منهم يقوم كاتب لهم الخمسة وتمعوا لجهز الصوفيان الخمسة وتمعين تانيين اه يبقى تحيرهم من الخمسة وتمعين التانيين اه فهل هم من حقهم يطلبوا بالريع من وفاة الزوجة طبعا طبعا يزرعوا بالريع بتاع الخمس افدينة اللي هي الزوجة اللي هي امهم توفت طب مش هيطلب ولا بعد ابوهم ميموت ما خلاص يا بعد ما هو مش يعرفه بقى ابوهم ميموت دي امتة مش بتاعتنا ما هو الموضوع مش بالسن يا يا قصد محمد ممكن ابوهم دا يعيش تاعتين اربعين سنة تاني يعني ربينا تضلو طلط العمر ايو معاك هو عندو خمسة وتمانين سنة حاليا طب ماشي مش هل الريع ياسري من ماشي معاك يا قصد محمد الريع بياسري يا قصد محمد من تاريخ الوفاة من تاريخ وفاة الام امهم هم من حقهم ان ياخدوا الريع ويطلبوا بريع الارض من تاريخ الوفاة لان من تاريخ وفاة الام اصبح اصبح هناك مراس بين الولادين وبين الست بنات وفي نفس الحق الست بنات يطلبوا من الولادين ريع الارض من تاريخ وفاة الزوجة انما هما بقى بتقول لي خايفين لاحسن الزوج اللي هو الاب يعني يكتب الخمس فادادين التانية للولاد لو هما اشتكوا خلاص يفضلوا قاعدين مكتفين الايد كده الى مالة نهاية ما نعرفش بقى هو يتوفى امتى الاعمار بيد ربنا ممكن هما اللي يتوفى قبله الشرط مش معنى انه هو عنده خمس وتمين سنة ان ده بداية او نهاية لوفاته ده الاعمار كلها بيد الله سبحانه وتعالى ودي حقوق لابد ان تطالب هو بقى لو كتب ما ممكن هو يكون كاتبه ما ما اعرفوش ويفضلوا قاعدين وما اشتكوش ويفجأوا بعد الوفاة انه هما كان هو الوالد ده كان كاتب الخمس افدنا للولادين وبعد ما يتوفى يفاجأ او يفاجأوا البنات ست بنات دول اللي هو كان كاتب لهم الخمس فادادين ومسجلوهم ومخلصين كل حاجة يبقى كده قاعدوا مكتفين الايد دون ان يطلبوا لا هما يطلبوا بحقهم الشرعي اللي هو الريع بتاع هذه الارض ديت اما بقى ايه اللي ممكن يحصل بعد كده ده كله في علم الغيب وعند ربنا وربنا المنتقب من الظالم ايه وقت اللي هو فوق معي محمد ايه سيدي الو ايه باشا ايه واسم محمد انت برضو لتقنص هلطاش صح قول لي عاوز امورني الامر اللي هو واحد ربنا اصلح حالك انا بقول لك انا متجوز ايوة وحماية انه هو ابو مراطي مال حماك حماية اه يوم قاله تعالى عشان تنتورسه حماك توقف وطرق مين يا حد محمد ترك ست بنات ودي الصوفياء ايوة ما انت قلتني ست بنات وخمس انت قلت حماك ولا زوجة ولا امهم اللي مادت انا مراطي ماتي ايوة مراطك ماتي وحماية مات وحماك مات وقاله تعالى عشان تاخد ورثة اه يوم اوزع الورثة عليهم كلك ويوم هدني انا مش بديه لك هلو مش هنديك اه ليه ما انا مش عارب ورثة هتكلم قال لي ما يجيش تطلب العدس اشتكين اشتكين لا ما هسوها كده اللي لازم بقى تلقى القضاء هو من غير اي سبب ما انا بقولك حاول تشوف تشوف حد كبير عندك في العيلة يقعد معاهم ويشوف ايه السبب انه هو مش عاوز يقسم التركة ما فيه بعد انه هما مفقوجي من حاج بترفع دعوة اسمها دعوة قسمة المال الشائع بتعمل اعلام وراسة بتعلم اعلام وراسة في المحكمة عشان تبين الورسة المستحقين ونصيب كل وارث وبعد ما بتعمل اعلام وراسة بترفع دعوة قضائية اسمها دعوة فرز وتغنيب او دعوة قسمة المال الشائع بين الورسة الشرعيين ده قسمة قضائية طالما هما رفضين انهما يقسموا التركة فمن حقيق انك ترفع دعوة قضائية بعد ما بتعلم اعلام وراسة الاول عشان تبين منهم الورسة ومنهم وهي ومستحقاتهم ايه من اللي بياخد الربع او النص على حسب الانصب الشرعية بتاعتهم وبترفع دعوة امام القضاء تطارب بدعوة اسمها دعوة فرز وتجنيب او دعوة قسمة مال شائع المحامي بيعملها لك وبتحصله على حقوقك وكلها ان شاء الله ولكن لو كان في طرق ودية يبقى الطرق الودية احسن بكتير لان القضاء هتحصل على حقك ايوة بس طبعا فيه اجراءات بتطول شوية بس في النهاية بتحصل على حقك عن تلك دعوة اسمها دعوة فرز وتجنيب او دعوة قسمة المال الشائع بين الورسة الشرعيين اه نخش في نقطة اللي احنا قبل ما ننسى نتكلم في ان العقد شريعة المتعاقدين يعني ايه حضرات الجملة الجميلة دي اللي هو العقد شريعة المتعاقدين بمعنى ان لو فيه تعاقد بين بائع ومشتري او بين الف وبه وتعاقدوا ووضعوا شروط معينة فالشروط دية اللي انتوا وضعتوها في هذا العقد اصبحت في حكم الشريعة بينكم اصبحت قانون بينكم اصبحت التزام عليكم تنفذوها انا لو انا ابرمت عقد بيني وبين به او بين شخص ما على شراء عقار معين او ارض زراعية معينة ووضعنا الشروط والتمن والحدود والاركان ووضعنا شروط معينة واحنا فيه كامل قوانا العقلية بدون ان يكون هناك اقراه او استغلال او تدليس يعني ارقان العقد وشروطه موجودة تمام يبقى اصبح هنا العقد شريعة المتعاقدين يعني اصبح العقد ملزم للمتعاقدين ملزم للمتعاقد الاول والتاني والتالت على حسب عدد المتعاقدين طيب السؤال هل لو كان العقد باطل او فيه رقم من اركانه غير موجود او لم تتوافر في شروط هذا العقد هل معنى ذلك ان العقد شريعة المتعاقدين والعقد ملزم لاطرافه نقول لا طالما فيه العقد باطل او شروطه مش متوافرة من حق المتعاقد الذي يرفع دعوة ويطالب بفسخ العقد في حالة عدم توافر شروطه او يطالب بطلان العقد في حالة عدم توافر ارقان العد وهنا لو المحكمة حكمت بفسخ العقد او حكمت ببطلان العقد هنا لا نستطيع ان نقول العقد شريعة المتعاقدين يبقى العقد شريعة المتعاقدين معناها ان طالما اتفقنا على شيء معين وكتبناه في ورق ومضينا عليه بارادة حرة واعية دون استغلال او اقراه او تدليس او استخدام طرق احتيالية واركان العقد موجودة وشروط العقد موجودة يبقى احنا ملتزمين مفيش واحد يقول لي لا انا بعد ما مضيت مش ملتزم بهذا العقد نقول له طالما مضيت وقعت على هذا العقد بارادة حرة باركان وشروط متوافرة في العقد دون ان تستخدم عليك وسائل احتيال او اقراء وخلافه فانت ملزم بهذا العقد واذا لم تكن بتنفيذ هذا العقد من حق الطرف التاني ان يلجى للقضاء ويطالب بالزامك بتنفيذ بنود العقد وإلا يتم فسخ العقد والزامك بالتعويض عن الضرر اللي هو اصابه طب انت تبين لك بعد ما ابرمت العقد انه هناك بطلان في العقد خلاص ارفع دعوة حاول تستعمل معها رضائي قل للعقد ده في بطلان في كذا او في كذا او في كذا او في كذا زي واحد مثلا باعلك قطعة ارض ثم تبين ان القطعة ارض مش موجودة او هو ليس هو الملك ليه نبدأ نقول انت ملتزم بدفع التمن بالرغم ان الارض اللي هو بعهالي ملهاش وجود ومش ملكه ملك الغير واستخدم طرق احتيالية واستخدم عقود مزورة اثبتلي فيها انه هو مالك لهذا العقد وثم بعد ما وقعنا على العقد بينه وبينه وحددت التمن مع بيه معاه وتبين مع ذلك انه هو ليس مالك للعقد فهنا يعتبر باع ملك الغير فبيع ملك الغير يجي هو يقول لي انت ملتزم بدفع التمن لان العقد شرائعة المتعقدين او للعقد شرائعة المتعقدين لما يكون العقد توفرت اركانه وشروطه انما لما يكون فيه خلل في العقد واحد اركانه مش متوفرة وانت استخدمت الطرق الاحتيالية وبيعتي ملك الغير والسيل المالك الحقيقي فهنا العقد انهار وانهارت اركانه فاصبح تم فيه شد اسمها العقد شريعات المتعقدين يعني العقد شرائعة المتعقدين اركان وشروط متوفرة غير كده ما نقدرش نقول العقد شريعة المتعقدين معانا تليسوم من الاستدفاوزي استدفاوزي قلوه استدفاوزي معي ايو استدفاوزي والله لم سمحت انا كان لها ستي تبقى ام والدتي. ام والدتها. اه في البلد. اه. فكان لها اتنين خلان اه اتوقفوا قبل هي ما تموت. اه. اللي هما يعتوروا ولادها يعني. اه والدتي ما ديت قبلوهم. اه. ماشي. فهي بالوقتي اه اللي ركبت ضار بتاعتنا اتبقى بنت خارج. اه. كان لها ورثة اتقالى بي. اه. ايه ايه? ايه يا استيس فوزي. بنت خارج اقعدت لوقتي في الضار بتاعت شدي. اه. اه. طيب. ستك اللي توفت دي. اه. اه. طبعا. انت يا ستك اللي توفت دي. اتركت ورسة مين يا استيس فوزي. اه. كانت اه. هو اتنين خلان يتوفوا. لا هي ستك لما توفت. يوم ما توفت. مين الورسة ما صابتش ورسة. ما صابتش حالة. مكانش لايه ابناء? لا ما اتوفى بيه. ولا بنات كلهم اتوفوا يعني اتوفوا اتوفوا قبليها. اه. طب لما اتوفوا كان عندهم ابناء ولاد يعني البنات اللي توفوا دول قبليها. كان عندهم ابناء. لا مفيش اللي انا واخوية اللي هو من بنتها. انت انت بقى تعتبر قريبة اه اتقرب لا ابن بنتها. اه ابن بنتها. اه ابن بنتها اه ابن بنت. اه اه. واللي راجب الضار دلوقتي بنت اه بنت خالك. اللي هي تقرب لاها ايه? تبقى اه يعني اه ابوها يبقى ابنها برضو. يعني تعتبر اه بنت ابن. بنت خالك. ما بنت خالك بالنسبة ليها. بالنسبة ليها هي تعتبر بنت ابن. تبقى ستها برضو. ما هو ستها تعتبر هي بنت ابن المتوفية. صح? ايوة. ايوة. بنت ابن المتوفية مش كده? اه. اه انت بنت ابن. لنما انت ابن بنت. اه. انت ابن بنت المتوفية. اه. صح يا والسفاوزي? ايوة. وهي تعتبر اللي هي قاعدة في الضار حاليا للوقتي بنت ابن المتوفية. ايوة. صح معي كده? ايوة. اه. بنت الابن دي هي بتاخد التاركة وانت ابن بنت بتعتبر من زو الارحام. اه. يعني هو المراسلة هي للاسف يا استيس فوز. اه لها هي. انما انت من زو الارحام لما يكون في اصحاب فروض وزو الارحام اصحاب الفروض اللي بياخدوا التاركة وبيتحجب زو الارحام. لان انت ابن بنت. بنت كان اللي تاخد واحنا بناخد. اه اه. بنت خلق لانها تعتبر بنت ابن المتوفية. معايا كده? تعتبر بنت. ايه. بنت انما انت تعتبر ابن بنت المتوفية. ايه. ابن بنت المتوفية ده بنسموه في المراس زو الارحام. وبنت ابن دي بتعتبر اه بتسمى اصحاب فروض. ولما يجتمع صاحب الفرد مع زو الارحام صاحب الفرد هو اللي بياخد وبيحجب زو الارحام. احنا طبعا عندنا في المراس بيتكلم عن اصحاب فروض وعصبات وزو الارحام. طبعا بياخد اصحاب الفرد الاول واصحاب الفرائد اللي ربنا حددها في المراس هم التلتين والنص والتلت والست والتمن والربع. دي انصبة ست انواع من الانصبة اللي ربنا احددها لاصحاب الفرود. لا اما التلتين كمراس ولها حالاتها في التلتين. لا اما النص ولها حالات في النص. لا اما التلت ولها حالات التلت. لا اما الربع وله حالاته. لا اما السدس وله حالاته. وا اما التم اللي هو له حالاته. هنخش في الموضوع بتاعنا اللي هنتكلم على مراس البنات واللي البعض بيقول ان البنت بتاخد اقال من الرجل نقول لا ان الشريعة الاسلامية اعطت لاصحاب الفروض هم 12 اعطت من النساء 8 رقم اتنين احيانا المرأة بتاخد في المراس اكتر من الرجل احيانا المرأة بتاخد في المراس اكتر من الرجل لك الديني بيسال على ذلك لما يقول لك توفى رجل وترك بنت اللي هي بنته وعشرة اخوة اشقاء ترك بنت وعشرة اخوة اشقاء البنت هتاخد نص التركة والعشرة اخوة اشقاء هياخد الباقي طب لو كان طارق مثلا الرجل ده عم طارق 20 جنيه البنت هتاخد وحدها 10 جنيه والعشر ابناء هياخدوا 10 جنيه يعني البنت في المراس خدت لوحدها 10 جنيه هنقول بس الابدل مع 10 جنيه طارق 20 فدان البنت دي هتاخد لوحدها 10 فدان والعشرة اخوة اشقاء هياخدوا 10 فدان يعني كل ولد او كل اخ هياخد فدان يبقى معنى كده ان البنت هنا خدت في المراس اكتر من يمين اكتر من الزكر يبقى نرد على المستشركين ونقول لهم ان هناك حالات المرأة تاخد فيها اكتر من الرجل ده ايه تاني احيانا المرأة تتساوى مع الرجل في المراس تتساوى يعني تاخد زيه يعني اه تاخد زيه ندي مثال على ذلك مات عن اخ لام واختي لام الاخ لام والاختي لام هياخدوا في المراس التلت بالمشاركة بينهم يعني الراجل لو طرق اتنين فدان الاخ لام هياخد فدان والاخت لام هتاخد فدان الراجل لو كان طرق 100 متر ارض مباني والاخت لام اللي هو طرقها هتاخد 50 متر والاخ لام هياخد 50 متر يبقى اذا الاخ احيانا البنت تتساوى مع الرجل في المراس واحيانا تاخد اكتر منه في المراس واحيانا ايه بقى واحيانا تحجب المرأة الرجل في المراس المرأة تحجب الرجل ايه تحجب الرجل لما يقول لي مات عن بنت واخوة لام البنت تاخد التالكة والاخوة لام المحجوبين ما اخدوش حاجة عشان الناس اللي بيقولوا المستشركين اللي بيقولوا ان المرأة بتاخد اقل من الرجل نقول له لا في حالات ان المرأة بتاخد فيها اكتر من الرجل في المراس ودينا مثال عن البنت والعشر اخوه اشقاء البنت خدث النص لوحدها خدث عشر افدنا لوحدها والعشر اخوه اشقاء خدوا عشر افدنا كل واحد فتدلوا وحده واحيانا بتاخد بتتساوى معاه واحيانا البنت بتحجب الرجل زي ما قلنا مات رجل وترك بنت اللي هي بنته واخوة لام البنت تحجب الاخوة لام والبنت كلها احدها تاخد التركة كاملة آخر التوصيل معنا لو سمحت. قالوا السلام عليكم حليكم السلام وتست ماح. لو شمحت آآ انا كنت عايزة اسأل حضرتك سحية. اه اه احنا عندنا عقد مشاركةعقد مشاركة? اه بيننا وبين آآ ابن عمنا بس ابن عم بابا. آآ اه ده ما اول. فاحنا عندنا عقد مشاركة اه عقد مشاركة في ايي؟ عقد مشاركة في ايه يا استاذى? في ارض. في ارض زراعية او مباني? لأ ارد مباني مباني او مباني. اه تمام. اه فحضرتك كعقد المشاركة ده كان من الفين وخمسة. اه. فهو حب يسرقنا فعامل بليه ملحق. حب يسرقكو? اه. عمل ملحق يعني ايه عمل ملحق? ملحق بقيت العقد يعني. يعني مضيطه عليه يعني? مضيطه عليه? اه احنا مارونا عليه. دلوقتي اه. الملحق ده بقول ايه? اه الملحق اللي عملوا العقد ده بيقول ايه? بيقول لي يعني حاجة لازم اه تستلم الشرط اه الشقة اللي هو مدهنة. طيب زربه محضر تسليم. ودمحضر تسليم? اللي عحنا بنحضر تسليم اه? وماناش حق في التصرف فاي شقة زر هو وموافقته هو. احنا م خدناش بنا من الشرط ده. طيب بعد مرور الوقت هقول لحضرتك على حاجة الشرط ده شرط باطل. اه? لان في حاجة الشرط ده الشرط المانع من التصرف له شروط. ده اسمو الشرط المانع من التصرف. اه بيمنحكم من التصرف. الشرط اللي حضرت يت across from the lad, ده شرط باطل لان شروط الشرط المانع من التصرف يعني عشان يمنعكم انتوا تتصرفوا في ملكوكو لابد ان يكون في مصلحة يعني خايف عليكم تكون انتوا مثلا لسا مكتملوش السن الرجد لسا قصر او عندكم مرض معين في سفة ممكن تضيعوا اموالكم رقم اتنين ان تكون في خلال مدة معقولة يعني يقولك مثلا انتوا لا يجوز ان تتصرفوا في ملكوكو مدد سنة او اتنين او او تلاتة انما لو قال لا يجوز ان تتصرفوا في ملكوكو ما لا نهاية يعني الغير مدة محددة يبقى استاذة سماح الشرط ده شرط باطل ومن حقك ترجع للقضاء وتطلبي ببطلان الشرط لان ده اسمه كده احفظيها كده اسمه الشرط المانع من التصرف ده وفقا لأحكام القانون المدني له شروط من الشرط الاساسي ليه ان يكون هناك مدة معقولة للمنع من التصرف يعني يقولك والله يا متعاقدين معايا انه لا يجوز لكو اللي انتو تتخذوا اجراءات بيع او تصرف في الملك بتاعكو ده مدة سنة اتنين تلاتة اربعة خمسة انما يقول مثلا طول من انتو عايشين لا يجوز لكو ان تتصرفوا في ملكوكو طبعا انت خلفت الشرط المانع من التصرف لان ده اعتداء على حق الملكية انا رجل مالك كلمة مالك يعني هي عسل سماح يعني لو حق الاستعمال ولو حق الاستغلال ولو حق التصرف فميجيش واحد يبيع للملك بتاعه ويكتب لي في العقد اللي انت لا يجوز لك ان تتصرف في الملك لأ ده دي في حالات معينة لما يكون بين الاب وابنه والاب خايف ان ابنه لسه طايش وخايف عليه انه ممكن يبيع هذا الارض فممكن يقولك انه انت لا يجوز ان تتصرف في هذا الملك الا بعد وفاتي او الا بعد عشر سنين فدي في مصلحة مشروعة خايف على ابنه وخايف عليه انه هو يبيع الحاجة اللي عمهاره ده وحدد مدة معقولة انما هو كده الشرط اللي هو وضعه في العقد بدون من يحدد مدة وبدون ان يكون هناك مصلحة مشروعة بل الغرض منها هو النيل والكيد منكم اقولك رفعي دعوة امام القضاء وطلبي ببطلان هذا الشرط المحكمة هتحكم ببطلان هذا الشرط وتقدر تحصلي على حاقة كاملة شكرا يا استاذ سماحي زي ما كان لنا حضرات مسائل المراس مسائل شرحة طويل ومحتاجة اكتر من حلقة لان فعلا زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم المراس نص في العلم احنا بس حبينا لبين للسادة مشاهدين ان مش المرأة بتاخد نص الرجل زي ما الناس فهمها ده هما اربع حالات بس اللي المرأة بتاخد فيها ده نص الرجل وحالات كتير قوي بتاخد اكتر من الرجل وفي حالات كتير قوي بتاخد بتتساوى مع الرجل وفي حالات كتير قوي بتحجب بتمنع الرجل من المراس هما اربع حالات بس ان المرأة بتاخد اقل من الرجل اي الرجل بياخد ضعف المرأة اللي هو البنت مع الابن وبنت الابن مع ابن الابن والاخت الشقيقة مع الاخ الشقيق والاخت لأب مع الاخ الاب هما الاربع حالات دول اللي بياخدوا للذكر مثل حظ الانسيين يعني لما واحد يتوفى يترك بنت وابن ياخده للذكر مثل حظ الانسيين لما يتوفى ويترك اخت شقيقة مع اخت شقيق ياخد الزكر مثل حظ الانسيين لما يتوفى يترك بنت ابن مع ابن ابن ياخده للذكر مثل حظ الانسيين لما يتوفى يترك اخت لأب مع اخ الاب غير الأربعة دول يا حضرات أحيانا المرأة تاخد أكتر من الرجل وأحيانا المرأة تتساوى مع الرجل وأحيانا المرأة تحجب الرجل من المراس فهنا يا حضرات نكون اتكلمنا سادة مشاهدين عن بعض من علم المراس علم طويل وإن شاء الله نتمنى أن يكون هنا حلقات يعني نفاجيكم بحلقات أكتر نبين فيها أصحاب الفروض ومن هم المصحقين من أصحاب الفروض ونتكلم على عصبات ومن هم العصبات ونتكلم عن زو الأرحام ومن هم زو الأرحام وحالات الحجب وحالات المنع ومن المصحقون ومن غير المصحقون إن شاء الله في حلقات تقالية نشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته